اشتركوا في القناة ومحمول إلى حملية وشرطية والحملية عرفناها وعرفناها بأنها إثبات شيء لشيء علي إمام ليس علي ناقصا فإما إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه نفيت النقصان عن المعصوم ليس المعصوم ناسيا هذه حملية لكنها سالبة الحملية بعنوانها الحملية هي ما حكمت فيه بشيء لشيء أو نفيته عنه جميل السوتحت منها فيه عنوين مرة بتكون محصورة وغير محصورة مرة بتكون جزئية وكلية مرة مرة لا بأس بس هي بعنوانها حملت شيئا على شيء أو نفيت شيئا عن شيء هذه شو اسمها؟ الحملية الشرطية أختها ما هي؟ ما هي القضية الشرطية؟ هي التي تحكم فيها بطرابط بجزاء باشتراط ما تشاء بين جملتين بين قضيتين حمليتين بالأصل في قضيتين حمليتين مثاله إذا خفيت الجدران فقصر من الصلاة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن حل الزوال وجبت الصلاة وجبت الصلاة جملة مستقلة حملية حملية يا أخي حملت الوجوب على الصلاة فقلت الصلاة واجبة مش هيك؟ وحل الزوال جملة حملية أيضا حكمت فيها بحلول الزوال ألا ترى كأنك قلت حل الزوال كأنك تخبر بحلول الزوال وقولك الصلاة واجبة تخبر بوجوب الصلاة فإذا حملية ما حملية جمعتا معا ببركة شرط فجعل الارتباط بينهما مقدما وتاليا شو صارت العبارة؟ إن حل الزوال فالصلاة واجبة شاك؟ إذا خفيت الجدران فقصر من الصلاة بعد الخروج جيد إذن لاحظنا إن الجملة الأختها الشرطية للحملية هي عبارة عن جعل شرط وترابط بين قضيتين حمليتين أجنبيتين صحيح؟ أقول هذا الترابط من هنا درسنا أقول هذا الترابط من يصنعه؟ هذا الاشتراط من يجعله؟ ما تجده أنت ببركة الشرط إن ف جميل إن حل الزوال فالصلاة أداء حل الزوال جملة مستقلة فالصلاة أداء جملة مستقلة هناك ربط بينهما جعله الشرط بقول إن وبقول ف جعلت الحملية الأولى مقدما والحملية الثانية جزاء فصارت معا مركبا تاما أليس كذلك؟ صارت معا مركبا تاما بحيث إذا وقفت على الفاء قلت لك أنت كعربي أكمل عبارتك لم تكتمل إذا قلت هكذا إذا حل الزوال ف قلت لك ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ أكمل مركبك ناقص لم تتم جملتك جميل إذن هذا الترابط الوثيق اللي صار بين الحمليتين بجعل الأولى علة للثانية والثانية جزاء للأولى ما هي طبيعة هذا الاتفاق يا أخي؟ ونحن نرى بالوجدان أن ترابطا لا ينفك وأن ترابطا لا يدوم أصلا؟ أصلا؟ يعني كأنك جي تقنعني أنت بأن الترابط هنا يفيد لزوما وعلية هكذا الدقة والوضوح يقول لا 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 إن نمط الترابط ليس بالضرورة أن يكون علياً علياً يعني علي ومعلول عقلي عقلي إنما قد يكون من باب المصادفة يا أخي يا أخي من باب المصادفة من باب تكرار الطبائع هكذا مثلاً مثلاً إذا مرض فلان ارتفعت حرارته إذا برد التقس فرت الطيور في لزوم عقلي يعني بين برود التقس وفرار الطيور لا بس فيهاك اتفاق يتفق أنه كلما برد التقس تهاجر الطيور ويتفق أنه كلما تمرض الإنسان إيه ارتفعت حرارته أليس كذلك؟ بعد مثال آخر إذا كان العدد زوجاً انقسم على إثنين هذا مش اتفاق إذا كان العدد زوجاً انقسم على إثنين هذا قال يا رياضي هذا مش اتفاق ألا ترى التلازم بين هجرة الطيور وانقسام العدد فارق بينهما مثاله إذا وجدت إذا وجدت دخان فمنتجه نار لزوم لزوم مش اتفاق علي ومعلول إذا نجد طبائع الاشتراط مختلفة يا أخي فعلا طبائع الاشتراط تختلف إن اتفاقاً واشتراطاً لا ينفك أو قل يصعب أن ينفك يا أخي خليني معك لأنه حمدنا أسس لذهنك أقول كلما حمي الماء تبخر هذه قاعدة طبيعية ماشي كلما سخن الحديد تمدد إذا طلعت الشمس فالنهار موجود إذا كان العدد زوجان انقسم على اثنين إن كان من موجود فالله موجده يا أخي كل هذه روابط صحيحة بس يا أخي انطلع بطبائع الارتباط طلع بطبائع الارتباط في تلازم بس ضمن هذا التلازم اختلاف يا أخي تمدد الحرارة تمدد الحديد بالحرارة تبخر الماء بالحرارة له من اللزوم الفيزيائي العادي الطبيعي ما تشاء عبر هو غيره إذا كان العدد زوجا تمدد إذا قسم على اثنين بس كمان هذا لزوم هذا لزوم رياضي أشبه بمرده إلى عقلي مش طبيعي معي يا أحمد جيد جيد إذن هذه الأمثلة كلها توحي بالطرابط واللزوم بس اللزومات اللي بيناتها مرة تفرضها الطبيعة مرة يفرضه العلة والمعلول ويفرضه العقل ومرة مرة مرة بالله عليك إذا احتر الماء تبخر صحيحة وفيها تلازم كل ما وصل إلى مرحلة الحرائخي إذا غلى إذا غلى الماء تبخر كلام صحيح قاعدة صحيحة لزوم صحيح بس هذا اللزوم إذا توقف بيختل قانون الكون نقلت لي أو نقلت لي لا اثنينيتهم عم تسلموا إنه اللزوم بس مرة اللزوم طبيعي مرة اللزوم عقلي أليس كذلك مثاله إذا حمي الحديد تمدد كمان في تلازم كلما أحميت الحديد تمدد كلما كان العدد زوجا قسم على اثنين إقادة رياضية فيبت كل هذا سنسميه نزوم فإذا نعطيني الضابط المشترك يا أخي بين اللازم العقلي اللازم الرياضي اللازم الطبيعي اللازم الديني عطيني ضابط غاية غاية أو أفضل ما أقول لك هو ما كان بين مقدمها وتاليها اتصال حقيقي فرضته طبيعة فرضته طبيعة الشأن اللي هما ينسبان إليه مثلا بين الزوجية والانقسام قانون رياضي اتصال حقيقي بين غليان الماء وتبخوره فيزياء تقول صحيح قانون الفيزياء يفرضه فاتصال حقيقي بعد إذا حل الزوال وجبت الصلاة اتصال حقيقي لأن الوجوبة والزوال والصلاة مصطلحات شرعية يفرضها قانون الشريعة فاتصال حقيقي إذن أرأيت أن الجامعة بين المفرد بين القضايا كلها في لزوم في اتفاقيات في لزومياتها هو الاتصال القائم بين المقدم والتالي من فرض الاتصال القانون المنسوبة إليه القضية شرع شرع وعقل وطبع وكون ونظام إلى آخره أليس كذلك إذن هناك ضابط وجامع بين مفردات القضايا يشترك كل الارتباط فيه في مقابل هذا ماذا عندنا في مقابل هذا عندنا اتفاق شوه الاتفاق كلما دخل فلان الصف كان المدرس منشغلا بالدرس كلما أعلن دواما تأخر فلان تأخر الطالب اتفاق أي لزوم في هذا أي لزوم فيه كلما جاء فلان إلينا التقى بأخيه أي اتصال حقيقي في البين أي تلازم يفرض ومن ذا الذي يفرض تلازما في البين أن كلما جاء فلان سلمنا عليه أو التقى بأخيه لا تلازم في البين أصلا وما يفرض من ارتباط ما رده إلى المصادفة وما يعبر عنه بالاتفاق اتفق أن هذا وهذا تكرر مجيئهما معا اتفق جميل فنقسم القضية الشرطية يا أحباب إلى متصلة ومنفصلة المنفصلة لم نذكرها ونقسم المتصلة إلى لزومية واتفاقية أعيد القضية الشرطية عبرت عنها لك بأنها ما وجد فيه ترابط بين حمليتين أنت أنت تسألني الآن شيخنا ليس بالضرورة أن يكون هناك اتصال بين حمليتين قد يكون هناك نفي بين حمليتين مثاله العددو العددو إما أن يكون فردا وإما أن يكون زوجا الموجود إما أن يكون واجبا أو ممكن أو ممتبعا بعد ليس المؤمن إما أن يكون معصوما أو يكون فاسقا قضية صحيحا ليس المؤمن إما أن يكون معصوما أو يكون فاسقا قضية صحيح لأنه يكون عادلا شو قصدت أني من هذا الكلام قصدت أن أقصم لك الشرطية لهي عبارة عن حكم بين حمليتين حكم بين حمليتين وأسميها متصلة في اتصال بين المقدم والتالي وهذا الاتصال بين المقدم والتالي إما لزومي وإما اتفاقي وعيد وضحه الشرطية هي عبارة عن ربط ووصل بين حمليتين صحيح طبعاً أو نفيه أو نفيه أو نفيه أو نفيه فأقول هذا الربط مرة بكون ربط أكيد لزومي ومرة بكون ربط اتفاقي هذي اتنين هون هون شو اسمون حملية متصلة لأنه نحن أوجدنا اتصالاً بين حمليتين صحيح أوجدنا اتصالاً بس هذا الاتصال مرة لزومي ومرة اتفاقي صح عنا بالمقابل قضية شرطية غير متصلة بل منفصلة شو يعني منفصلة ان حكمنا فيها على الدنافي وفكوا الارتباط بين أطرافها مثاله العدد إما إما فرد وإما زوج العدد إما فرد وإما زوج الموجود إما ضد وإما ضده المعقول إما موجود أو معدوم شو بكل عم بإلك في هذه القضية الصادقة كن عم إلك هناك هناك انفصال بين طرفيها لا يمكن لا يمكن أن يلتقياه إما أن يكون العدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا ولا يكونان المعقول إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما ولا يكونان انفصال انفصال في مقابل الاتصال هونيكي بركة الشرط جعلت اتصالاً بين المقدم والتالي إما اتصال لزومي وإما اتصال اتفاقي أليس كذلك هنا سأنفي لك الاتصال بين طرفي القضية بس انت تسألني الذي تنفيه من اتصال بين طرفيها كمان مثل ما ذكرنا بالشرطية هونيكي بيكون لزومية واتفاقية أقول أحسنت الشرطية اللي عم يحكيها شرطية شو انفصال شرطية انفصال شو عطيتك أني مثال إما أن يكون العدد زوجا وإما أن يكون فردا بس قلت لك في نفي هدي موجب سلب ليس المؤمن إما أن يكون معصوما أو يكون فاسقا صحيح هدي سلب ليس المؤمن اللي هو إما أن يكون معصوما وإما أن يكون فاسقا أقول لاحظت أنا وإياك أنه فيه ترابط عم نفصله بس هذا الفصل أكيد لزومي العدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا لزومي وفيه يعني لزومي بمعنى أنه ضرورة وفيه يكون اتفاقي اتفاقي لا يفرضه قانون ولا يلزمه عقل مثاله مثاله الطالب إما أن يكون وإما أن يكون نشيطا وإما أن يكون ذكية لايه أو إما أن يكون نشيطا وإما أن يكون كسولة صحيحة لكنها من باب الاتفاق في مجال في حل آخر لا يفرض قانون مثل هذا العناد أو مثل هذا التنافر إذن أعيد ملخصا الشرط الذي نشأ منه اتفاق بين حمليتين سمي على أساسه الحكم بالشرط والقضية سميت بالشرطية وهذه الشرطية التي ببركتها جعلنا ربطا بين مقدم وتالي أو نفيناه نسأل عن طبيعة الربط إما أن يكون الربط ذا قانون حقيقي واتصال حقيقي أو لا إنما يكون من باب التصادف والاتفاق الزمن والعنصر عنصران ينجذبان فتسمى عندئذ القضية الحملية المتصلة الاتفاقية أو اللزومية وإن كنا وإن كنا في مقام فك الارتباط فك الارتباط وإيجاد المانع بين أطراف القضية فنقول فالقضية الشرطية المنفصلة منفصلة لا تلاقي بين طرفيها إما أن يكون تنافر بين طرفيها عقلي قانوني فهي العنادية عنادية كيف اللزومية هناك لزوم الارتباط هنا عناد يعني لزوم الافتراق بس حتى لا تشتبه سمينا لك يا عنادية ولزومية وإما أن يكون اتفاقا بينهما اتفاقا من باب الاتفاق هلأ قد يرتفعان الاتفاق قلت أني من جهة توافق زمني أو توافق عنصري يعني عنصر مع عنصر ينجذبان أو يتعاكسان من قبيل إما أن يكون الطالب كاتبا وإما أن يكون منصطا ليه صحيح صحيح بس مش دائما ها أول شغل قلت أنتي بس مش دائما فضلا عن أنه شو مش لزوم مش لزوم صحيح بينما العدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا المعقول إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما لزوم بينما هنا الطالب إما أن يكون كاتبا وإما أن يكون متنبها لا صحيح لكن ليس من لزوم في البين يفرض وضحة إن شاء الله فإذا تسمى قضية شرطية منفصلة عنادية مثل المعقول إما موجود أو معدوم واتفاقية الطالب إما وإما وضحوا وكما إكمال بحثها يأتي والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطائرين وصلى الله وآله الطائرين والحمد ومحمد